أركت في شوال هذه السنة في الأولمبياد الدولي اللي من دريف الكيمياء في طاشقند وسباكستان ويعني ما توفقت أخذت شهادة لكن إن شاء الله السنة الجاية والشهر الجاية أجيب ميداليات الفضل بعد الله يروح لأهلي لأمي وأبوي اللي من وانا صغير كانوا محثين ومصرين علي أني أدخل في أفضل البرامج وطبعاً موهبة كانت هي اللي توفر أفضل البرامج فمن الصف الثالث الابتدائي بدأت مسيرتي مع موهبة في اختبار قياس وفي البرامج الإثرائية ومن البرامج الإثرائية برنامج فصول موهبة فمن ذيك اللحظة وأنا فيه مسار موهبة وسمعت عن مصابقة موهوب ودخلت في البداية في الصف الثالث الابتدائي في البياد الرياضيات وكملت وصلت رياضيات لفل وان حضرت أكثر من الملتقة لكن ما توفقت وطلعت وبعدها كانت بالنسبة لي كانت أزمة كانت مصيبة أن طلعت كانت حط آمال كبيرة على نفسي لكن ثابرت وقررت أني أدخل في أولمبيا الكيميا أني أجرب شيء جديد بنفصل عن الرياضيات والحمد لله هذا كان قبل ثلاث أربع سنين والحين وصلت لمستوى عالي في الجانب العلمي طبعا أنه وصلنا مرحلة متقدمة جدا من الكيميا وصلنا لمراحل جامعية من علم في الكيميا والحمد لله رب العالمين والفضل يروح بعد الله وبعدها للمدربين الرائعين والمنظمين أيضا فغير الكيميا طريقة التفكير في طريقة التفكير في الأسئلة في النواحي الجانبية في حياتنا بشكل عام أن كيف صرنا نفكر كيف كنا نواجه مشكلة كيف كنا نواجه عقبة إذا مثلا إحنا في اختبار وعندنا وقت محدد فقط كيف نتصرف كل هذه الأشياء تعلمناها أنا وزملائي في الفريق من مصابقة مهوب من الأولمبياد وتعلمنا الإصرار والمثابرة تعلمنا أن كيف ما نستسلم حتى إذا مثلا مثل ما قلت أن ما تحلت في أولمبياد الرائعيات أو أن السؤال ما عرف تحل أجي أروح السؤال الثاني وأروح بنفس الشغف ونفس الاندفاع المصابقة الجاية رح تكون الأولمبياد الدولي الكيميائي الـ ICHO في يوليو بالشهر القادم رح تكون منظمة من الصين ورح نأخذها عن بعد في الرياض يعني هذه اللحظة صار لي ثلاثة سنين أربعة سنين وأنا متأهب لها وأنا قاعد أستعد لها من البداية من بدايات رحلتي في الأولمبياد إلى الآن وأنا أشوف أني مستعد أنا أشوف أني أنا أقدر أني أروح وأن أكون فخر الوطني وأكون فخر الأهلي ترجمة نانسي قنقر